رئيس الوزراء يعلن إجراءات منع التزاحم في العيد وخطوات التعايش بعد الأجازة 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والإجمالية تخطى 89 ألف ودفعات جديدة من مرتزقة تركيا تصل إلى ليبيا والعدد يرتفع إلى 9 ألف الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرانيتش موغازون لأهم وآخر الأنباء يأتي حضراتكم من القاهرة أرحب بكم من جديد ونرجو من حضراتكم في البداية أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي بلدنا ونحمي أهلنا وفي خبرنا الأول أعلن وزير أو رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارا من منتصف شهر يونيو القادم على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب واستماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عقبات رأسه اكتماع اللجنة العليا لإدارة كورونا لمناقشة عددا من الموضوعات وأكد مدبولي أنه اعتبارا من يوم الثلاثين من مايو سيبدأ حضر حركة المواطنين بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين كما قال مدبولي أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم العمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة استقبلت جامعة كفر الشيخ 600 مصريا من العلقين بالسعودية بلافتات الترحيب قبل تسكينهم بالأماكن المخصصة لهم مدة الحجر الصحي وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن دولة استعدت بصورة قوية وشاملة لاستقبال العائدين من الخارج حيث تم تجهيز المدن الجامعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي وسط إجراءات احترازية شاملة كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ عبد الرزاق دسوقي بتوفير رعاية الطبية الكاملة لجميع العائدين ووجه بزيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية وذلك لسحب العينات وإجراء الفحوصات وإلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 820 شخصاً قراء كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالولايات المتحدة كما كانت المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع لنحو 89 ألف كما تم الإعلان عن ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من مليون واربعمائة وستين ألف حالة وإلى فرنسا حيث سجلت الصحة الفرنسية 483 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 28 ألفاً ومئة وثمانية وأفادت البيانات الجديدة بصحبة الفرنسية بزيادة حصيلة المصابين بالفيروس بوقع مئتين وأربع حالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 179 ألفاً وخمسمائة وتسع وستين حالة حيى الرئيس البرازلي المئات من أنصارها الذين احتشدوا خارج المقر الرئاسي متحدياً بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخصاً في البلاد وقال الزعيم اليميني أن التظاهرات الداعمة له تمثل قوة لإرادته لإرادة البلاد فيما يعلق بوليسونار على استقالة وزير الصحة نيلسون تيتش بعد أقل من شهر على تسلمه المنسب وفي الفلبين والتي بدأت في تخفيث إجراءات القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا حيث سمحت بإعادة فتح الأعمال التجارية والصناعات المختلفة بنصف قوتها العاملة في العاصمة منيلا وقالت الحكومة في الفلبين أن إجراءات الأغلاق ستظل مفروضة حتى نهاية الشهر الجاري مع السماح لبعض المراكز التجارية باستئناف نشاطها مع تطبيق إجراءات صارمة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعات الواقية وفحص درجة الحرارة أعلنت وسائل أعلام سورية اتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى 9000 مسلح وأضافت وسائل الأعلام السورية أن عدد قتل المرتزقة في ليبيا بلغ نحو 300 بينهم 17 صبيا القدير بالذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين يوجد نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالة الفقر انتهى المجز الأخباري مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الأخبار أكسرا نيوز دوت تي في شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله اشتركوا في القناة